اهلا بكم اثير الكثير من اللغط بشأن الانتشار العسكري الامريكي الاخير في العراق وراجت مقولات واحاديث كثيرة عن ان الامريكيين بصدد تصحيح اخطائهم في العراق ويعاد الترتيب اوراق العملية السياسية خاصة ان زخم هذه التحركات العسكرية يأتي عقب زيارة خاطفة للرئيس الامريكي ترامب لقواته في قاعدة عين الاسد غربي محافرة الانبار ثم زيارة اخرى لوزير خارجيته الى بغدر كما ان هذه التحركات الامريكية تأتي عشية عقاد مؤتمر دولي في العاصمة البولندية وارشو في الثالث عشر من شهر الشباط القادم لبحث مستقبل الشرق الاوسط والاوضاع الامنية في هذه المنطقة وايضا في ضوء اتهام ايران بممارسة نفوذ مزعزع للاستقرار فيها التحركات العسكرية الامريكية في العراق هو ما سنفحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية هل فعلا ان التحركات العسكرية الامريكية تأتي في سياق مختلف عن سياق مرحلة ما بعد العام 2003 وهل هذه التحركات تأتي ضمن مسار المواجهة الامريكية الايرانية السياسية والاعلامية ام هي تتعلق بالوضع العراقي ولماذا هذا الهلع والخوف في صفوف قارة الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة في اطار رد رد فعلهم على هذه التحركات وهل يعقل ان الولايات المتحدة الامريكية التي خسرت كل هذه الدماء والاموال في سبيل ارساء مشروعها السياسي في العراق ستتخلى عنه بين ليلة وضحاها لانقاذ العراق ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني عبد الوهاب القصة استراتيجية امريكية جديدة تقوض النفوذ الايرانية في العراق هذا ما تحمله الرسال السياسية القادمة من ادارة ترامب ان صدق مرسلها ترامب يزور قاعدة عين الاسد في الانبار يعقبه بعد اسبوعين فقط وزير الخارجي الامريكي مايك بومبيو بزيارة مفاجئة للعراق يلتقي بها مسؤولين حكوميين ويتباحث معهم الدور الامريكي في دعم القوات الحكومية اضافة الى دور اقتصادي يتمحور حول صفقات تجارية لعمل كبرى الشركات الامريكية في قطاعات مختلفة بالعراق طهران ترى ان وراء تلك الزيارتين ما يتعلق بنفوذها في العراق فترسل وزير خارجيتها محمد جوال ضريف الى بغداد على رئيس وفد سياسي واقتصادي لمناقشة قضايا اقتصادية خصها وسائل اعلام انصربت انباء تفيد بان واشنطن طلبت من عبد المهدي تجميد وسحب سلاح سبعة وستين فصيلا من ميليشيات الحشد عبد المهدي ينفي تلك الانباء ويؤكد عدم صحتها الحديث عن التوجه الامريكي بمحاربة النفوذ الايراني بالمنطقة ومن ضمنها العراق ليس بالامر الجديد توجه مفترض منذ عهد ادارة باراك اوباما واشتدت وطيرة الحديث عنه مع تسلم ترامب مقاليد السلطة ومع ذلك كله يشهد العراق تزايدا لنفوذ الايراني حيث اصبحت ميليشيا الحشد التابعة لايران القوة الضاربة عسكريا منذ عام 2014 وذلك بفضل الدعم الامريكي المباشر لتلك الميليشيات بل ان واشنطن تخلت عن حلفائها في كردستان العراق لصالح ميليشيا الحشد اثناء الصراع على مدينة كاركوك من الناحية الاقتصادية شهد العراق هيمنة ايرانية وصلت ضروتها في العامين المنصرمين وادت تلك الهيمنة الى انحدار الواقع المعيشي في العراق الى مستوى الهاوية ما اشعل تظاهرات شعبية غاضبة في وجه النفوذ الايراني فيما اخذت واشنطن دور المتفرج تغير في الاستراتيجية الامريكية في العراق لا يتعدى حدود الخطاب السياسي دون وقائع تثبته على الارض لكن احتمال حصوله واقعيا يبقى في اطار صراع النفوذ على بلد فتحت بوابته واشنطن فدخلت منها طهران تكمل طريقها الى تحقيق حلم امبراطوريتها التوسعية اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحثوا فيما يقال انها تحركات امريكية جديدة او مختلفة في العراق ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الاعلام في هيئة علماء المسلمين وسيكون معنا من واشنطن الدكتور عبدالوهاب القصاب زميل المركز العربي للدراسات للأبحاث ودراسات السياسة مرحبا بالضيوف الكرام جميعا ايه 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 لو بدأنا من واشنطن مع ضيفنا دكتور عبدالوهاب القصاب دكتور يجري الان في العراق حديث عن ان هناك تحركات امريكية طبعا مستندة الى تحركات ربما عسكرية تحركات لقطاعات عسكرية اعادة تموضع كما جرى ربما في قيل في قاعدة في مدينة كاركوك هل ثم تحديث او اعتقاد في واشنطن حيث انت عن ان هناك توجها امريكيا مختلفا وربما تحرك ايضا امريكي عسكري مختلف عن السياق الذي كانت فيه الولايات المتحدة الامريكية منذ غزو العراق عام 2003 الى اليوم مرحبا بك الاخوة ضيوفك اهو العزاء اهلا وسهلا حقيقة تحركة هناك تصف من تغطية ومن تعليقات كثيرة او كبيرة تشير الى ما يجري في العراق لكن من ناحية حركة القطاعات الامريكية ام حركة القطاعات الامريكية العلنية ام حركة الظاهرة رصدت رصدت بشكل واضح عندما تجول مع ابرقاد الامريكي سيوان في شارع التنبي او في شارع شارع قلفطين حيث نارك كثير من مقارات ميليشيات اه تجول يعني اه على راحته بدون حماية ظاهرة اه بدون اه تسلح هذا يعني كما يشار اليه حالة اه اراعة العلم يعني انا انا موجود انا هنا هذا واحد اثنين هناك فعلا تحركات على ذكر انا موجود هذه هي من الداخل في العراق للطبقة السياسية للإقليم لإيران رسالة واضحة لإيران اكيد بالتأكيد هناك رسالة لإيران انه تجاوزت حدودك المتفق عليها ان كان بامكاني ان تشير لذلك ونحن هنا هذا واحد النحية الثانية هناك تحركاتي اواعد اسكرية امريكية متفق مع الحكومة العراقية على ان تشغلها قوات الولايات ونحن نعلم بان هناك انتحاب امريكي يوم واحد وثلاثين كانون اول ديسمبر 1911 في حقبة اوباما لكن هذا الانتحاب بعد سقوط الموصل في قطعات الدولة كما يشارعها داعش نعم فعلت الحكومة العراقية من جانبها هذه الاسباقية التي اسمح للامريكان ان يتواجدوا في قواعد معينة وان يتم استثنائهم من حجمة كبيرة من الامور السيادية التي تباشرها الدولة المريضة فمن هنا هذه التواعد كانت منها قاعدة واضحة وهي قاعدة القادسية التي تسمى حاليا عين الاسد والتي ظلت على الدوام قاعدة مريضية خالصة هناك التواجد في قاعدة البكر الجوية التي هي قاعدة بلد هناك التواجد في قاعدة صدام التي هي قاعدة القيار قرب الموصل هناك تسرب أو هناك تمدد باتجاه قاعدة كيوات في كاركو هناك ربما تمدد في كي تو التي هي في بيجي أو باتجاه سامرة لكن كل هذه تأتي هذا الانتشار أو الوجود العسكري الذي أشرت له هذا موجود منذ عام 2003 طبعا بأعداد أقل هل ترأ عليه تغير الآن زيادة في الانتشار زيادة في عديد القوات بالتأكيد هناك زيادة في عديد القوات بالتأكيد لكن أنا أقول وأكد أن ما يجري هو على وفق اتفاقية عقدتها حكومة المنطقة الخضراء ووقعها المالكي بيهده مع الأمريكيين الأمر الذي يحاول أن يتنفصل منه حاليا ويرفع لواء الدعوة لانهاء الوجود الأمريكي هو الذي وقع هو الذي وقع وإن كان هناك تجاوز على سيادة العراقية فهو المسؤول هذا واحد موضوع ثاني أنه هل في وارد سؤال هل في وارد الحكومة الأمريكية أن تقوم بعمليات الداخل أنا أشك حقيقة أنا أشك لأنه من سياسة الولايات المتحدة المعروفة يعني علينا أن نقوم طيب من الأمور دعونا نرى إذا لم تكن بصدد القيام بعمليات عسكرية في الداخل في العراق يعني هذه الزيادة تعتقد أنها لخارج حدود العراق أنا قد لك أن هناك شعور في واشنطن عبر عنه رئيس ترامب أكثر من مرة بأن الولايات المتحدة خسرت الصفقة لصالح إيران عندما أطلقت يد إيران في الساق العراقي الصفقة كانت واضحة تطلق يد إيران في الداخل على أن تطلق يد الولايات المتحدة في خيارات استراتيجية للعراق كما كانت تخطيق السياسة الخارجية موضوع النفط موضوع المعادن الأخرى والعلاقات الخارجية وحركة رئيس المال هذا يعني ضمن القضايا الاستراتيجية التي إذا كان بإمكاننا أن نقول أن هناك شفقة بين أمريكا وبين إيران إيران هذه الصفقة هذا معناها تطلق يد إيران في الداخل وتطلق يد أو تطلق يد أو تطلق الخيارات استراتيجية العراقية في يد الولايات المتحدة ما يجري حاليا من ناحية الأحزاب التي وقعت على هذه الاتفاقية ووقعت على هذه الصفقة حراس يحاول أن يبعد أو يسحب يد الولايات المتحدة من التواجد في العراق أنا أعتقد أن التواجد الأمريكي المكتف حاليا الظهور في الشارع بالشكل الذي رأينا أظهار تعاطف العديد من الناس مع هذه الوجوه العسرية الأمريكية التي كانت موجودة في الشارع وما رأيناه في الشارع المتنبي على الألقاء هذه عبارة عن رسالة واضحة لحكومة المنطقة الخضراء والإيران التي تدعمها بأن الولايات المتحدة مستعدة لاتفاع عن مصالحها عندما تتهدد هذه المصالح هذه هي القواصة التي أظن أنها في وارث الأمريكيين هل تشعر الآن أشرت إلى أنه قد تهدد المصالح الأمريكية وذكرت أن هناك اتفاق كان أمريكي إيراني على تقاسم النفوذ في العراق المحتل بعد عام 2003 وربما كان هناك عملية تجاوز هناك من يتحدث أن الهيمنة أو النفوذ أو التوسع الإيراني تجاوز المساحات المسموح له هل هناك مؤشرات على أنه إيران بصدد الإضرار بالمصالح الأمريكية ولذلك يأتي هذا الانتشار أو هذه الرسال التي توجه أمريكيا إلى إيران أنا بيودي أن أظهر صورة كانت واضحة على الساحة العراقية قبل يومين وهي تواجد ضريف وزير الفارجي الإيراني في العراق الذي يمكن قراءته من هذا التواجد هو حالة الوهن والضعف الإيراني الكبير بعد التهديد الذي ستعرض له إيران لأن لو كانت إيران قوية فعلا لم يحتاج هذا الرجل أن يأتي ودعني أقول يتوسع إلى طيف واسع من الموجودين أو مؤيدي حكومة المنطقة القضرة سألاحظنا أنه ذهب إلى شيخ العشائق ذهب إلى هؤلاء الذين يدعون تمثيل أهل السنة والجماعة في العراق بدون وجه حق ذهب حتى إلى الكردينال المسيحي هذا كله يشير إلى ضعف بيّن واضح في أدوات إيران للدفاع عن وضعها الحال ومحاولة إيران أن تدفع الكرة لكي تهدد مصالح الولايات المتحدة في العراق وأن يصبح الدم العراقي دفاعا عن مصالح الإيران دكتور أعرف أنت مريض يعني إن شاء الله سلاماك الآن الولايات المتحدة الأمريكية قد تشعر أن هناك تهديدا أمريكيا لمصالحها وتجاوز المساحات التي طبعا يعني وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية بعد غزو العراق الآن لو أن الولايات المتحدة تيقنت أن مصالحها بصدد التضرر من تدخل إيراني هل بإمكان الولايات المتحدة أن تتحرك لإزاحة إيران لدفع هذا الضرر الإيراني عن هذه المصالح بعد هذا التغول وبعد هذا التوغل الإيراني الكبير في مفاصل الدولة العراقية العراق الجديد سياسيا وعسكريا وماليا وأمنيا وهذه الميليشيات التي بالعشرات التي كلها يعني تصرح بالولاء بولاها لإيران أو للولي الفقه هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تستأصل هذه الميليشيات من جسد الدولة العراقية؟ الولايات المتحدة أنت تقصد بأن هناك في تعبيرك أنه تهديد إيراني أو تجاوز إيراني على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن أنت تعلم أن هناك في علم الحرب نوعان من الاستراتيجية استراتيجية الحرب والاستراتيجية الردع الولايات المتحدة التي حد الآن تعمل وفق استراتيجية الردع استراتيجية الردع إلى ماذا تشير أو كيف بإمكاننا أن نوضحها استراتيجية الردع تعني ببساطة تفكيك عناصر القوة الإيرانية بنتيجة للإيحاءات والضغوط الدبلوماسية التي كان منها واحدا قبل حوالي شهر أو شهر ونصف عندما تربت الأجهزة الأمريكية اعترافات هذا المعمم الأزعلي عندما كان مسجونا لدى الأمريكا هذه الوسائل عندما يتم أظهارها إلى الرأي العام سرقاتهم موبقاتهم علاقاتهم يعني إشعال النار عندما يتصارعون فيما بينهم هذه كلها هي مجموعة من الضغوط التي لا تقع إلى الاشتبات المباشرة لكنها بنفس الوقت تفكك عناصر القوة لدى الخصوم وهذا الخصوم الذي هو إيران حقيقة إذا اعتبرناه حاليا وضع في أسره المشرق العربي مضافر له اليمن وضعه في المشرق العربي الآن بين مطرقة وصندان المطرقة نحن نرى أنه يعني هناك الكثير من الضربات التي يتحملها سواء من عديد الصهيوني أو من ضربات أمريكية متكررة في التنف كما سمعنا هذا من جهة الامتعاض الروسكي حقيقة من المنافسة الإيرانية على الأرض السورية قد تجبر هذه القوة التي هي إيران أن تنسحها من سوريا في وقت معين بالمستقبل وأنا واتح من ذلك البقية الشأن العراقي الشأن العراقي التي هي استحل أخيرا التي ستقاتل إيران فيها عن مصالحها لكنها ستقاتل بالعراقيين ستقاتل بهؤلاء الناس الذين يؤيدون إيراني أنا وأنت والمستعملون والمستمعون الكرام يعلمون أنه عندما تكون عندما يحمل وطيس هؤلاء لن يدافعوا عن مصالح إيران وعندئذن ستقاتل إيران في العراق أشكراك الدكتور عبدالوهاب القصاب من واشنطن شكرا جزيلا لك الدكتور رافع الفلاحي يعني هذه التحركات العسكرية الأمريكية الموجودة في العراق ذكر الدكتور القصاب أن هناك نعم تحركات يعني بربما زيادة لماذا نظر إليها على الأقل في العراق على أنها تأتي في سياق مختلف عن سياق مرحلة أو قوة الاحتلال الأمريكية منذ عام 2003 وحتى اليوم ينظر إليها على أنها مختلفة بالكليا وربما تحمل توجها أمريكيا جديدا في العراق بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد داني يعني أبدأ بالبداية أحدثك عن أنني قرأت لي قضية صغيرة سأقولها أنه كان هناك رجل اسمه أبو حسن في العراق نعم رجل لا يمتلك رصيدا دراسيا كبيرا نعم بل يمتلك رصيدا ثقافيا من خلال المطالعة مع بداية الاحتلال ذهب إلى شعر المتنبي وكان يسأل المكتبات عن كتاب تعلم اللغة الفارسية فسأله صاحب أحد المكتبات قال له ماذا تفعل بهذا الكتاب أنت لا تلاحظ أن الاحتلال الأمريكي وأمريكان يعني حولنا في كل مكان والجيش الأمريكي لماذا تبحث عن تحتاج إغليز أنت تحتاج هذه اللغة قال له هل تعتقد أن ما نراه اليوم هو احتلال أمريكي هكذا جاوبه حسن كان يعرف لذلك كانت مقولة أن أمريكا من قاتلت وإيران من انتصرت هي حقيقية إيران دخلت تحت المظلة الأمريكية بموافقة أمريكية هذه الحقيقة طوال هذه السنوات إجابة على سؤالك أن هذا الإطار يجب أن يبقى في ذهننا لتحدث عنه أبو حسن طوال هذه السنوات تقرب من 16 سنة أمريكا كان لها استراتيجية كان لها هدف في العراق وهذا الهدف واضح كان هو تدمير العراق تخريب العراق تمزيق العراق وهدف معلن لها بغض النظر ذهبت هذه أهداف أنه جئنا من أجل الديمقراطية قبلها جئنا من أجل بحث عن أسلحة دمار الوضع واضح الآن لكل العراقيين يعني اتفقوا معنا لم يتفقوا معنا لكنهم يعرفون أن أمريكا ما جاءت إلا لمصالح حاولي أجل أن تتدمر هذا البلد وما حصل من خراب ودمار واضح جدا إذن أمريكا استراتيجية بهذا الاتجاه وهي من جاءت بإيران وهي باتفاق وتخادهم مع الجانب الإيراني من قبل الاحتلال وما بعد الاحتلال لغاية هذا اليوم الآن أسمع لي فقط دكتور القصاب أن هذه التحركات الأمريكية سواء ضباط في بغداد أو تأرتال عسكرية تأتي في إطار رسالة موجهة إلى إيران لأن الأمريكيين يعتقدون أن المساحة مساحة إيران المتفق عليها وأنت ذكرت أن التدخل الإيراني كان بمظلة وضوء أخضر إيراني لكن يبدو إيران تغولت وتضخمت على حساب هذا الحجم المسموح لها لذلك ربما هذه نقطة الخلاف أصبحت نعم هناك أحساس أمريكي وإحساس خليجي بنحو خاص في الخليج العربي وإحساس أمريكي من أصدقاء أمريكا في الخليج إحساس قوي جدا ويحدثون الأمريكان وفي مقالات ودراسات كثيرة ورد هذا حدثوهم أنكم تفقدون العراق لصالح إيران مساحة التي تقولون أنكم مسيطرة الأمريكان يدعون أنه سيطرتهم كامل على العراق هذا الوعي منذ عام 2005 قال وزير الخارجي السعودي أن أمريكا على طبق من ذهب هذا تعظم مع زيادة التهديدات الإيرانية للخليج تعظم بدأوا يلومون الأمريكان أنتم من دفعتم إيران إلى حدودنا هذه الإيران المشتعلة الآن في غرف نومنا بسببكم مع أنه ندفع لكم نحن ونحن في اتفاقات استراتيجية معكم لحمايتنا والأمريكان يطمنونهم أنتم تحت مظلة حمايتنا لا تخافوا من هذا الموضوع لكن هذا الموضوع بدأ يقلقهم جدا ويقلق أمريكا أيضا اللي رصدت أنه إيران نعم هي من وافقت عليها وهناك تخاذب هناك أتفق مع دكتور عبدالوهاب عندما يقول هناك مساحة أكبر سيطرت عليها إيران غير الاتفاق أمريكا وجودها في العراق باتفاقية يعني هي دخلت العراق بلا شرعية والمالكي وهذه الحكومات هي منعطتها احتلال تعاقدي ما يسمى تعاقدي باتفاقية الأمنية كل هذه الآن الأسئلة الساذجة عن عدد القوات بعض الميليشياوين يتحدثون كم عدد القوات لا نعرف كم عدد القواعد هذه كذبة كبيرة وهذه أسئلة ساذجة يعرفونها وقد وقعوا على الاتفاقية التي تقولها عدد القواعد وعدد الجنود ويتصرفون كما يشاءون وهذه جزء منها الأمريكا أرادوا أن يقولوا رسالة هي لإيران ورسالة للخليج ورسالة لأصدقائهم نحن من نسيطر علىه ونحن ما زلنا قوية في العراق والعراق لم نفقده وما قاتلنا عليه والأموال اللي دفعتوها لتغطية هذه الحرب على العراق واحتلال العراق لم تذهب سدى نحن ما زلنا على الأرض ونحن قادرين أن نسيطر على كل شيء هذا مجمل مجمل تحرك يريدون أن يقولوا لإيران بعدا في نفس الوقت إيران لديها مشكلة كبيرة الآن إيران معلن هناك حصار عليها هناك عقوبات بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي إيران كانت تصدر ثلاث ملايين وثمانمائة ألف برميل يوميا الآن الأرقام تتحدث عن أن إيران تصدر نحو سبعمائة وخمسين إلى ثمانمائة ألف برميل يوميا هذا الهبوط الكبير مع بلد مثل إيران عنده مشاريع نووية عنده مشاريع تسليح وعنده قوى بالخارج تتحرك يحتاج إلى أموال كبيرة وعنده شعب كبير جدا هذا يضع النظام الإيراني في زاوية حرجة جدا جدا يضغط على الشارع الآن العملة الإيرانية تسقط تهبط بسبب هذا الموضوع من هو الذي يعينهم على هذا الموضوع إيران ربما اندفعت أكثر تجاه العراق هذا جزء منهم إيران تعتقد وهذا اعتقاده صحيح أن هذا النظام الموجود بالعراق هو ملك لها وأنه سيساعدها فيما تعاني منه من وضع اقتصادي صعب جدا جدا قد يؤلب الشارع الإيراني عليها وقد يقلب كل الطاولة عليها وهذا ما استمر هذا الوضع لذلك هي مطمئنة وإيدها بالماء البارد مثل ما يقال لأن هناك من يحكم في العراق هي ميليشيات تابعة لها فبالتالي اقتصاديا موارد وثروات ستأتي إلى إيران وستعينها بفترة مثل ما عانتها بالفترة السابقة كانت يعني هذا الآن هذا اللي يتحدث عنها دكتور الآن برضى أو صمت أو تغاضي أو ضوء أخضر أمريكي لكن ماذا لو أنه فعلا ذهبت المواجهة الأمريكية الإيرانية من مواجهة دبلوماسية وسياسية وإعلامية إلى مواجهة حقيقية طبعا بعد الفاصل ستطرق إلى هذا الموضوع مشاهد كرام فاصل قصير ثم نعاود ونرجع إلى ضيوفنا هنا لإكمال النقاش في حلقة الليلة عن التحركات العسكرية الأمريكية الجديدة في العراق ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في التحركات العسكرية الأمريكية الجديدة في العراق ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي دكتور عبد الحميد العاني كان معنا من واشنطن دكتور عبد الوهاب القصاب دكتور عبد الحميد العاني الأمريكيون وغيرهم من الدول والقوى الإقليمية والدولية تتحرك على إقاع مصالحها وتأثرها إيجابا أو سلبا هل مصالح أمريكا في العراق فعلا بصدد التضرر أو أنها متضررة أو أنها في طور التضرر من قبل إيران لذلك الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه الرسائل بحاجة إلى هذا الانتشار العسكري أو زيادة القوات يعني العمر التخادم ما يسمى بالتخادم الأمريكي الإيراني اليوم عمره يعني 16 سنة بسم الله الرحمن الرحيم يعني أسأش شكرك على هذا السؤال لأنه حقيقة صميم في هذه المسألة طيلة السنوات الماضية لم نرى هناك تنازعا حقيقيا وصراعا في الملف العراقي ربما هناك في ملفات أخرى ويوجد اختلافات أمريكا وإيران تقصد أمريكا وإيران تحديدا أما في الملف العراقي أمريكا جاءت إلى العراق ومعها يعني صفحات الاحتلال كما تسمى صفحات متعددة ربما لو نركز على ثلاث صفحات رئيسية التي هي العسكرية والسياسية والاقتصادية فنرى أن المشروع الأمريكي في هذه الملفات الثلاثة يعني مستمر عدى الملف العسكري الذي دحر أو ضرب ضربة قاصمة بفعل المقاومة العراقية المعروفة ليست المقاومة التي تدعى اليوم من قبل بعض الميليشيات حتى في الجانب العسكري كل هذه الملفات رأينا الجانب العيراني قد خدم المشروع الأمريكي خدمة كبيرة وكان هو وميليشياته وأدواته وسياسيه كلهم أدوات لتنفيذ ولتثبية هذا المشروع الأمريكي في العراق طيلة السنوات الماضية لم نره هناك صراعا ولم نره هناك تراجعا في هذه المصالح المشكلة أين؟ المشكلة أنه دائما في أكثر من مرة وهذه بالمناسبة ليست المرة الأولى هناك أحيانا إيران تسعى إلى أنه تزيد من الحدود المرسومة لها تتجاوز الحدود المرسومة لها وتحاول أن تستحوذ على الساحة كلية وهنا يأتي نوع من تقليم الأضافة كما يسمى من قبل أمريكا لكن لن يكون هناك كسر عضو على ذكر زيادة المساحات حتى أنه ضريف في زيارة العراق قال أن الأمريكان أرادوا أن ينصبوا رئيسا للجمهورية ورئيسا للوزراء ورئيسا للبرلمان وفشلوا يعني الجماعة الموجودين الآن نحن نجحنا فيه وأيضا طيلة السنوات الماضية رأينا مثل هذه الصراعات الإعلامية بين الطرفين لكن على أرض الواقع ما هو الذي تم في طيلة السنوات الماضية هناك ليس فقط تخادما خفيا وإنما معلنا وأقرب النصال قاسم سليماني يقاتل تحت مظلة الأفسر وذكرنا ذلك في كثير من المعين أفضل أقرب مثال الذي هو في العهد القريب الذي هي حرب تدمير المدن التي جرت ومنها الموصل التي جرت تحت لافت ما يسمى بالحرب على الإرهاب التي كانت هناك غرفة العمليات العسكرية تضم غرفة عمليات مشتركة تضم الخبراء العسكريين الأمريكيين والإيران وميدانيا كان هناك تنسيق عالي المستوى بين الطيران اللي هو الغطاء الجو الأمريكي وبين الميليشيات أو التحرك الميداني البري الميليشيات الإيرانية والعراقية الإيرانية إذن طيلة السنوات الماضية كان هناك تخادما وتعاونا مشتركا وقويا أمريكيا لم تتخلى عن العراق حتى تعود مرة ثانية لكن اليوم للأسف نرى أن هناك بعض من يمني نفسه أنه يحل نفسه مكانه أو يكون له نصيب في هذه العملية أو ربما يدخل من جديد إلى هذه العملية السياسية فنرىه يمني نفسه بأنه ربما أمريكا ستأتي كمخلص له من إيران والحقيقة أن هذا لا يكون وإنما هناك تعاونا مشتركا قويا وسيستمر هذا التعاون حتى لو حصلت هناك نوع من المواجهة طبعا نحن لا ندعي الغيب لا نعرف تحصل لم تحصل لكن نتحدث عن خطوط عريضة لهذين المشروعين لا يوجد تقاطع بينهما وإنما هناك توازي بينهما من حيث الجهة على ذكر هناك من يمني نفسه بأن أمريكا قد تأتي به مكان يعني هذه القوة التي أتت بها عام 2003 دكتور هناك الحقيقة إذا صح التوصيف هناك هلع هناك خوف وهذا واضح من الحقيقة طبيعة خطاب قارة الميليشيات والحزاب الطائفية وفرق الموت الخاصة المحذر المخوف المحشد من التحركات الأمريكية الجديدة التي تريد أن تغير المعادلة السياسية إذا كان هناك اطمئنان من هؤلاء الذين اشتغلوا مع أمريكا خلال 16 سنة لماذا مثل هذا الخطاب الخائف المرعوب يعني هل هناك أيضا هؤلاء ربما عندهم احساس بشيء مختلف في المرحلة القادمة نعم أستاذ ماجد ما دمنا نتحدث عن الخوف قبل قليل كان قبل أن يغادرك ضيفك من واشنطين الدكتور عبدالوهاب قال أنه محمد جواد ظريف وزير الخارجي الإيراني هروا ليلة العراق لأنهم خائفين خوف وكان يتوسل أنا أعتقد هذا الكلام غير صحيح محمد جواد ظريف لم يأتي لي يتوسل محمد جواد ظريف جاء لي يقر واقعا على الأرض ليثبت واقع على الأرض وهو لو فتشت تاريخيا يعني لحد هذا في كل العلاقات الدولوانسية بكل دول الدنيا لن تجد وزير خارجية في أي دولة كانت يزور دولة أخرى ويتصرف مثلما تصرف ظريف في العراق لا يمكن وأن يتحرك بهذه الطريقة ويجلس مع رؤساء ميليشيات ورؤساء عشائر وهتافات هذا ليس وزير خارجية هذا يحمل رسالة وليست للعراقيين لكن يحملها لأمريكا مثلما جاء وزير الخارجية الأمريكي للعراق يحمل أو مثل هذا التحرك اللي يخذه بالجنود الأمريكان سلفيات في شارع المتنبي ومعرف وين هذه الطريقة أرادوا أن يردوا عليهم بالقول هكذا هناك نعم تنافس وليس صراع هناك تنافس أمريكي إيراني في العراق إيران تعتقد وهي يعني صحيحة فيما تعتقد في هذا الموضوع تعتقد أن الساحة العراقية الساحة المثالية لصراعها مع الدنيا كلها صراع ساحة مثالية وضعها في لبنان ووضعها في سوريا ووضعها في اليمن يبقى وضعا هشا الوضع الثابت والقوي هو في العراق لديها ميليشيات العراق ساحة قريبة منها ملاسقة لها تأثيرات العراق على الخليج وتهديد الخليج قريب جدا كل هذه الساحات بعيدة العراق صاحب وضع اقتصادي قوي لديه ثروات كل الدول الأخرى لبنان سوريا اليمن لا تملك شيء هذه بؤر بؤر ربما لإزعاج الآخرين لكن تبقى وضعها هش فيها تبقى الساحة العراقية الساحة الإيرانية المثالية القتال فيها قتال إيراني بأدوات عراقية هي تقاتل بأدوات أخرى ليس إيران ويتريد بالمناسبة كما يجري في ساحات أخرى كما يجري في اليمن بيد الحوثيين كما يجري في سوريا بيد الميليشيات تختلف الساحة العراقية الساحة العراقية تختلف نعم تقاتل هناك بيد حزب الله لكن في الساحة العراقية أولا العدد أكبر ثانيا الساحة ملاسقة لها خطوط التموين وخطوط قريبة جدا هذا بالضبط إضافة إلى هذا وضع الاقتصاد الإيراني مثلما تحدثت يعتمد على اقتصاد العراق ولذلك العراق ساحة مثالية لهذا الصراع القضية الأهم في كل هذا الموضوع أن أمريكا هي من جاءت بكل هؤلاء الرموز وإيدتهم ولغاية الانتخابات الأخيرة التي حصلت وفاز بها عادل عبد المهدي وهذه القضية وجاء عادل عبد المهدي للحكم ما الذي حصل يعني حتى نخلي الصورة واضحة هل أمريكا ناوية أن تدخل في صراع عسكري مع إيران لإزاحة كل هؤلاء خلينا نهاي نقطة مهمة إذا كان هذا الوجود العسكري الأمريكي في العراق يعني هذا الانتشار هذه عادة تموضع زيارة عديد القوات أرتال عسكرية في عدد من المحافظات إذا لم يكن موجه لإيران خاصة بعد إعلان هزيمة داعش من الأمريكيين ومن أيضا الحكومة في العراق أنه داعش هذه القوات كانت موجودة لمحاربة الإرهاب وداعش الآن تم الانتهاء من داعش ومن قضية الإرهاب هذه القوات إذا لم تكن موجهة لإيران ربما تحسبا لصراع مع إيران إذن موجه لمن سأقول لك ذلك أن أصل إلى هذه النقطة هناك تحدث أنت عن خوف داخلي في داخل العراق وتحدثنا عن الخوف الإيراني داخل العراق هم كانوا يحتاجون يعني ربما تحدثنا سابقا هذا الموضوع الإعلان عن الانتهاء من داعش كان خطأا ستراتيجيا بالنسبة لكل هذا يبقوا يحتاجون بقاء هذا البعب لخي تبقى هذه الميليشيات تتحرك ويحملون العراقيين يعني يقولون أنه من على العراقيين كلهم أن يدينوا بالولاء لهذه الميليشيات التي خلصتهم من داعش وقاتلت نيابة عنهم هذا ما يتعدثون عنه بدأ حديث بعد قضية الموصل وبعد الإعلان عن انتهاء من داعش ما الحاجة إلى الحشد الشعبي هذا يسمى الميليشيات ما الحاجة وهذا الحديث ليس حديثا سنيا أنا أتحدث عن حديث يجري في مدن شيعية في مدن الجنوب في البصرة وغير البصرة والناصرية ما حاجتنا لكي يعودوا أولادنا وتعينوهم بالدوائر الدولة ويمنع يعيشون وانتهت وليس لنا القضية القضية يجب أن تبقى هذه الميليشيات لأنهم يريدون أن يشكلوا جيشا عقائديا يشبه الحرس الثوري يسيطر على العراق وهو الحكومة الأولى الانتخابات أكدت هذا الموضوع الآن هذا الخوف الذي يبدو حقيقيا هو ليس حقيقي هم يريدونه هناك تحركات هذه القوى مستهدفة الآن الحديث كله أن الميليشيات مستهدفة الحشد نعم مستهدف الحشد مستهدف ويجب أن نشد الحزام ويجب أن نبقي هذه القوى التي دافعت عنكم هناك مبرر خلال الفترة الماضية كانوا يتحدثون عن وجود داعش بأعداد كبيرة جدا ويجب أن هذه الكذبة لن تصمت طويلة لكن أن تواجه أمريكا التي تريد أن تقضي على هذه القوات أولا فيها بطولة ثانيا فيها استمرار للحاجة العراقية يريدون أن يفرضوا واقع حال حالة عراقية محتاجة إلى هذه الميليشيات لحماية العراق وإيران تؤيد هذا الموضوع دكتور لدينا ذكرك أيضا هناك مؤتمر وارشو سيعقد فيه الثالث عشر من شهر شباط الولايات المتحدة الأمريكية تحشد الكثير من دول العالم لحضور هذا المؤتمر عنوان الرئيس هو مناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعنوان الرئيسي له طبعا التهديد الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة هذه الأذرع ميليشيات وخاصة ميليشي الحجز هي أذرع لا تنكر ولاها وارتباطها بإيران وما دامت إيران العنوان مستهدف فإن الأذرع والفروع أيضا مستهدف إذنك هذه حالة الخوف الموجودة الآن في خطاب قارة الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة نعم ربما يكون بهذا لكن ليس بالعنوان الواسع هناك استهداف مثل ما قلنا مساحات معينة دخلتها إيران وتغولت فيها يجب أن تلم أطرافها تتلم هذه الأدوات تضعها في المكان الصحيح اللي متفق عليك الآن هي تجاوزت هذا الموضوع هذه الحقيقة ولا ترجع لي نفس القضية أقول لك ما هدف أمريكا من احتلال العراق ليس تدميره ما هي باركة كل هذه في آخر انتخابات 85% من العراقين لم يشاركوا أمريكا تعرف والصفارة الأمريكية تعرف وكل الدنيا يعرف ومن شاركوا أكبر عمليات تزوير بشهادة منظمات حتى أمريكية أكبر عمليات تزوير جرت وأمريكا تتحدث أن أن هذه الطبخة الآن اللي تحكم العراق جاءت إحدى مخرجات الانتخابات الديمقراطية تتحدث عن ديمقراطية وهي تعرف أن هذه الطبخة التي تحكم العراق هي طبخة للفشل والفساد نعم وهي صنيعة إيرانية وصنيعة أمريكية وفي كل مرة حتى في قضية الانتخابة حتى في تشكيل الحكومات الاتفاق الأمريكي الإيراني هو الأساس في تشكيل هذه وهذا جزء من عند هذا الصراع أو هذا التنافس على الساحات أو الدفع باتجاه هذا كل طرف يريد أن يقول أنه هو المسيطرة للعراق والعراق ليس فيه سيادة وليس فيه استقلال هذه القضية يستحو المفروض الكل يجب أن لا يتحدث بها أي أطراف من العملية السياسية والحكومة عليهم أن لا يتركوا هذا الموضوع الآن لأنه ما عاد الناس تضحك عليهم الحديث عن السيادة والاستقلال هذه القضية تدلل على أن العراق مملوك لهذا الطرف وهذا الطرف والصراع أو التنافس بين هذه الأطراف في تحديد حاضر العراق ومستقبل العراق ومن يأخذ هذه الحصة ومن يأخذ هذه الحصة ليس أكثر أما البعض يمنى نفسه بأن أمريكا التي دمرت العراق وخربت العراق وافقت على الفاسدين في أن يحكمهم دكتور عبد الحميد العاني دكتور هل يعقل أن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت الكثير من الدماء والخسار في الأرواح وأيضا مقدرات مادية بشرية وعسكرية و16 سنة الآن هذا المشروع من الممكن أن تتخلى عن هذا المشروع بين ليلة وضحاها كما يقول الناس لإنقاذ العراق لتصحيح الأخطى باعتبار هي المسؤولة الأولى والرئيسة عن هذه الكارثة كارثة الاحتلال هل يتوقع أن تنسف كل هذا الثمن؟ يعني لو كان الواقع أو الموجود اليوم أن مصالحها أو مشروحها قد تضرر ربما نقول أنه تتجئ إلى هذا التجاه طيلة السنوات الماضية إيران حامية لهذا المشروع ومشروعها الذي تريده يمشي على أحسن ما يرام كما تريد هي إدامة الصراع في العراق هدف استراتيجي كما أشار له الدكتور وهذا ربما أيضا أحد الرسائل لهذه التحركات لأنه لا يمكن يعني أمريكا لا تريد أن يستقر الحال في العراق لجهة ما الميليشيات هي سمحت لها وهي تعاونت معها وهي أعانتها وجرى كل ما جرى في الأيام الماضية هي على عينها فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتغول هذه الميليشيات أو جهة أخرى فيستقر الحال لها لا بد أن يبقى هناك نوع من الصراع وأمريكا تريد الإبقاء على هذا الصراع مشروعها ماشي ولم يتضرر هناك تسريبات وتقالية غربية تتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أعطى الضوء أخضر للكيان الصهيوني بقصف الميليشيات في العراق على غرار ما يقوم به في سوريا بالمناسبة هناك يعني رافق هذه الحملة وهذه الموضوع رافقها أيضا مبالغة وتهويل لهذه التحركات أمريكا لم تخرج من العراق الاتفاقية الأمنية بعيدة المدى التي أسميناها اتفاقية الإذعان موجودة وعاملة عليها أمريكا منذ وقعت إلى الآن وكل التحركات السابقة هي تجري وفق هذه الاتفاقية التحركات التي ظهرت إلى الإعلام كصور لو تقارن بينما تسرب من هذه الصور إلى الإعلام كشيء موثق وبين الأخبار التي تحدثت عن إعادة الانتشار والتحركات والقصف وإخراج الميليشيات تجد هناك بولا شاسعا بين هذا لا يدلل على هذا التحرك الكبير الذي يمني بعض نفسهم به لا يدلل عليه وقاع الصور والمستددات والأمر اليوم ليس خافي لا يمكن لجهة أن تخفي أو لا توثق مثل هذه التحركات إذن هناك مبالغة لهذا الأمر للوصول إلى هذه النقطة المشروع الأمريكي سيبقى متخادما مع المشروع الإيراني بانتظار أيضا مؤتمر وارشو الكبير في 13 من شهر شباط الماضي لو أن الأمور تطورت من هذا التنافس الأمريكي الإيراني إلى حالة من الصراع إلى حالة من المواجهة يعني ما العيب في أن تستفيد الحالة الوطنية العراقية من تقاطع المصالح من تضارب المصالح مصالح القوى الدولية والإقليمية وتوظيفها لما تعتقد أنه مسار إنقاذ للبلد من هذا المأزق الكبير هل تم تعيب؟ لو كان هذا الذي يجري ربما لو كانوا صادقين ربما لكنه المشكلة من التي صنعها؟ الاحتلال الأمريكي الذي صنع المشكلة لا يمكن التعويل عليه وجود إيران تغول إيران تغول الميليشيات هو جرى ويجري برعاية أمريكية ووجود هذه وجود الإيراني ووجود الميليشيات الإيراني هو خادم للمشروع الأمريكي وليس بالضد منها وعليه فلا يمكن البناء الأمل أو التعويل على المحتل الأمريكي لأنه هو صانع المشكلة الأولى وبالمناسبة هنا نحن نرى أن هناك خللا فيه عند بعض الأطراف التي هي ترفع شعارا ربما وطنيا لكنها تمني النفس بأنه المنقذ هو الأمريكي الاحتلال الأمريكي هو المنقذ والمخلص من الاحتلال الإيراني كما يسمونه ما ضيق العيش لو لا فسحة الأمل دكتور المصالح عموما ليست حالة تأبيدية متغيرة المصالح ليس هناك من صداقات دائمة ليس هناك من مصالح دائمة إذا كان هناك تخادم أمريكي إيراني من 2003 إلى اليوم هذا ليس معناه تأبيدا ربما الآن الزوايا اختلفت المصالح اختلفت يعني من الممكن أن يتبدل الحال من الممكن نعم لكن لكن أمريكا الآن يعني كيف تبتز العالم كيف تبتز دول الخليج كل الدول الضائق بماذا تبتزها بوجود قواء ممكن أن نطلق عليها البعبو هذا هذا البعبو إيران قوة تهدد بها تبتز بها أمريكا هذا واقع الحال إذا ما انتهت كماشت النار نعم إذا ما انتهت أمريكا من إيران وضربت إيران وضعتها بالحجم الضعيف الذي هي عليه فعلا نعم ماذا سيحصل كل ستراتيجي الأمريكية في ابتزاز الآخرين لا وجود لها يجدون بديل البديل ربما يجب أن يجده وهذا بعيد الآن لا تستطيع أن تجده العراق لماذا ضربوا العراق بهذه الطريقة وأيدته كثير من دول المنطقة ودول الخليج لماذا؟ لأنهم كانوا يدعون أن العراق هو القوة التي تخيف الخليج وهذه القضايا الكثيرة وجزء من عندها وأيدوا ودفعوا الأموال لهذه هذه حقيقة يجب أن نعترف بهذا التاريخ وهذا واقع الآن إيران هي من تلعب بها أمريكا الورقة التي تلعب بها أمريكا ثانيا يعني ما نشاهده الآن سطح السفينة فقط الغاطس منها لا نراه والغاطس فيه علاقات إيرانية أمريكية عميقة جدا جدا هناك توافقات هناك اتفاقات هناك حديث عن إيران لديها صواريخ إيران المعاوضة هذا الكلام لديها ميليشيات هذه تستطيع إيران أيضا لا تريد المواجهة العسكرية مع أمريكا لا تريدها يعني هذا الكلام وجود الضريف والتهديدات الروحانية الكلام هذا وقاسم سليماني هذه كلام طارق هذا للإعلام إيران لا تريد المواجهة مع أمريكا أمريكا تخدمها هذا الشيطان الأكبر يخدم الشيطان الأصغر فلا تريد هذه المواجهة وأمريكا لا تريد هذه المواجهة لكنها جزء من سيناريو كبير تضعها أمريكا لأن تبقى هذا ليس جزء من المؤامرة يقول لك نظرية المؤامرة لا هذا ما لا علاقة بالمؤامرة هذا واقع حال أمريكا تريد إيران قوة متغولة في هذه المنطقة إلى حدود معينة لا تخرج عن هذه الحدود عندما تخرج عن هذه الحدود يبدأ مثل هذا الحديث الآن يبدأ لذلك الآن قضية اليمن تلملم قضية في سوريا تلملم في لبنان هناك اتفاقات معينة لكن في قضية العراق الوضع يختلف العراق ساحة مثالية لإيران من يعتقد أن أمريكا ذاهبة بعد أن دمرت العراق لإعادة بناء العراق ووضع نظام وطني في العراق عليه أن يعني يفكر مرة أخرى يعيد التفكير مرة أخرى أمريكا لم تأتي للعراق لكي تأتي بنظام وطني يحكم العراق هي جاءت بكل هؤلاء لتدمر العراق لتخرب العراق لتسرق العراق فهذا الوضع مثالي بالنسبة لير لكن هناك تجاوز على بعض الصحات يجب أن يعادل نظر فيها ويجب أن إيران تعرف حدودها ليس أكثر أشكرك دكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين نتوقف عند فاصل قصير لنعود مع دكتور رافع لنستمع منه إلى خلاصة النقاش في هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر 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 حالة فشل على كل المستويات ولذلك هناك من ربما ينظر بتفاؤل إلى أي تحركات قد يرى فيها مخلصا ومنقذا مثل هذه التحركات أو كيف على الرأي العام في العراق على الشعب العراقي أن ينظر إلى مثل هذه التحركات القادمة من خارج الحدود غير نابعة منهم أولاً على الشعب العراقي وهذه حقيقة واقعة وأعتقد أن غالبية الشعب العراقي الواعي يفهم هذه الحقيقة أن من يخلصه من كل هذا هو الشعب العراقي نفسه لا يحك ظهرك مثل ظفرك هو يعرف هذه القضية أمريكا التي دمرت العراق لن تكون أداة في بناء العراق ولن تكون أداة لتخليص العراق مما هي وضعت العراق فيه هذه حقيقة حقيقة يجب أن يفهمها الجميع هناك تنافس إيراني نعم الناس قد فاض بها الوضع الإيراني وضع متغول ميليشيات متغولة حتى من كانوا يقولون عنهم حاضنة لكل هذه الحكومات وحاضنة القوى الشيعية والأحزاب الشيعية ثارت عليهم وخرجت في التظاهرات وواجهوها بالقتل والاعتقال والتنكين فوجدوا أن الوضع مختلف نهائياً إيران تتغول على كل العشائر العربية الموجودة في الجنوب وهذا الموضوع ليس جديد من عام 2003 بدأ هذا الموضوع وبالتالي مسار الخلاص؟ وبالتالي مسار الخلاص بيد الشعب العراقي بيد القوى العراقية الحقيقية التي على الأرض هي التي تستطيع أمريكا لن تساعد في هذا الموضوع إيران لن تساعد فيها من ينقذ العراق من مأساته هم شعب العراق ليس بمساعدة الآخرون يبحثون عن مصالحهم أمريكا أو إيران أو غيرهم فعلاً وهذا ما يحدث تنافس على المصالح ليس أكثر والعراق يذهب ضحية لهؤلاء حتى لو كان الشعب تحت صرف الدبابة الأمريكية والإيرانية هذا هذا هو شكراً جزيلاً دكتور نتقي في الأسبوع شكراً جزيلاً